اشتركوا في القناة وجاء بذاكرة داخلية بسعة 16 جيجا بايت مع رام بحجم 2 جيجا بايت وجاء مع معالج رسوميات من نوع مالي 400 ويدعم الهاتف كروتا ذاكرة حتى مساحة 128 جيجا بايت وجاء الهاتف ثنائي الشريحة ايضا وبحديث عن الكاميرا فقد جاءت الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 مع فلاش ليد ومع خاصية الدبط التلقائي للصورة اما الكاميرا الامامية فقد جاءت بدقة 5 ميجا بيكسل وبالنسبة للبطارية فقد جاء الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 4150 ميلي امبير وجاء مع نظام تشغيل من نوع اندرويد لوليوب 5.1 اما بالنسبة للتصميم فقد جاء الهاتف بطول 152.3 ميلي متر وبعرض 77.2 ميلي متر وبسماكة 8.8 ميلي متر وجاء مع شاشة من نوع IPS LCD بحجم 5.5 بوصة بدقة HD وبكثافة 267 نقطة في البوصة متوفرة الآن لدى مركز سوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر